والآن موعدنا مثل كل اثنين مع شباك الصحة ومجموعة من المعلومات والنصائح المفيدة تقدمها دانيا أرشيد مساء الخير دانيا مساء الخير يا ديمة ومساء الخير لجميع المشاهدين الحقيقة اليوم الموضوع عن الملاريا الذي اقترحه إقبال لأن مركز السيطرة على الأمراض CDC ومعهد كيميا للأبحاث الطبية كيمري يجداني طريقة جديدة للحد من انتشار الملاريا هذا المرض الذي أنهك القار السمراء نتابع التقرير ونبدأ نقاش لا تزال الملاريا واحدة من أكثر التحديات الصحية عنادا في العالم إذ تصيب أكثر من 200 مليون شخص كل عام وتقتل نحو نصف مليون شخص معظمهم من الأطفال في القارة السمراء وتعد المناطق الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى الأكثر تضررا من هذا المرض إذ سجلت فيها 90% من مجمل إصابات عام 2015 أجرينا تقييما لعقار إيفرمكتين الذي تم استخدامه بشكل مثالي لعلاج أنواع مختلفة من الديدان ولفترة طويلة استخدم كدواء وصفي لعلاج الديدان المعاوية عند الأطفال وحتى عند البالغين في مناطق من غرب إفريقيا وقد تم استخدامه فعليا في مكافحة مرض العام النهري الذي نسميه داء كلابية الذنب لذا فإن ما اكتشفناه هو أنه إذا قام البعوض باللدغ بعد تناول الإيفرمكتين فإن تلك البعوضة تموت بالفعل ويعتقد باحثون في معهد كينيا للأبحاث الطبية أنهم ربما وجدوا طريقة جديدة لمنع انتشار الملاريا في المجتمعات البشرية الصغيرة الإيفرمكتين هو واحد من الأدوات التي يمكننا استخدامها للحد من الملاريا فإذا قمنا باختيار مجتمع ما أو قرية ما أو مقاطعة على سبيل المثال والجميع هناك تلقى الدواء في الوقت نفسه هذا يعني أنه خلال 28 يوما التي يكون فيها الإيفرمكتين فعالا سيكون لدينا تأثير قاتل فعال ومستمر للبعوض إذا ما لدغ هؤلاء الأشخاص في تلك الفترة يوجد في كينيا حوالي 6.7 مليون شخص وإصابات جديدة من الملاريا تسجل كل عام ويحصل حوالي 4000 حالة وفاة كل عام أيضا بسبب الملاريا وإيجاد لقاح يعني أننا سنحسن مناعة مواطنين خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الموبوءة بالملاريا وهذا من شأنه في الواقع خفض معدل الإصابات ومعدل الوفيات أيضا ومن شأنه أن يقلل من معدل الإنفاق لقد أنهكتنا الملاريا ولوقت طويل ففي عائلتنا على سبيل المثال أصابت مولود الأول وتسببت في معاناة مولود الثاني والملاريا كلمة مشتقة من اللاتينية مالوس آريا أي الهواء الفاسد إشارة إلى تكاثر بعوض الملاريا في المستنقعات والمياه الراكدة واعتقد القدماء أن هواء المستنقعات ينقل الملاريا لذلك أطلق عليها الإنجليز اسم حمى المستنقعات في حين أطلق عليها العرب البرداء لأنها تسبب الرحش الشديدة دانيا قبل ما نحكي إذن عن الأسباب ودورة الانتقال أكيد في نظرة عامة عن الملاريا لم تذكر في التقرير فإذا بتضيئلنا عليها طبعا مثل ما تعرفي الملاريا هو مرض يسببه طفيلي ينتقل عن طريق البعود الحامل لهذا أو من لدغ البعود الحامل لهذا الطفيلي وتسبب مرض الملاريا هجمات متكررة من القشعريرة والحمة وبحسب أحسائيات منظمة الصحة العالمية في أن أكثر من نصف مليون شخص يقضي سنويا بسبب الملاريا هلأ ليست كل المناطق في العالم تعاني من الملاريا خلينا نقول مناطق ذات والبلدان ذات المناخ المعتدل لا تعاني من الملاريا في حين أن المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بتعاني كثير من الملاريا لذلك دوما يحرص المعنيون الصحيون الدوليون على خلينا نقول توعية الناس بهذا المرض ومخاطر انتشار هذا المرض ودائما تقوم بتقديم بعض النصائح استخدام الناموسيات وغيرها أيضا ينصح لأي شخص بده يزور القارة السمراء أستاذ عباس سألني فهي إجابة أنه أي شخص بده يزور القارة السمراء فيجب أن يخبر الطبيب قبل أشهر من زيارته لحتى يقدر ياخد العقاقير لازمة كوقاية قبل الذهاب وأثناء مكوثه في البلد وحتى بعد العودة طبعا يظهر مرض الملاريا بشكل عام في غضون أسبوع من بدء الإصابة به وأعراضه هي إما حمى أو قشعريرة أو تعرق أو صداع أو قي أو إسهال طب شو دورة انتقاله؟ أسباب البعوضة طبعا طبعا البعوضة لحامل لهذا الطفيلي الذي يسبب الملاريا فإذا كانت خيرا نقول أول شيء إذا كان البعوض غير مصاب أو غير حامل لهذا الطفيلي وإذا ما لدغ أو امتص دم شخص مصاب فيصبح حامل للعدوى هون إذا لدغ رجع شخص غير مصاب ممكن أن هذا الشخص يصاب بالعدوى ويصبح حامل لهذا الطفيلي الذي ينتقل إلى الكبد تنتقل هذه الطفيليات إلى الكبد وممكن أن تبقى لمدة عام في حالة الخاملة وممكن أن تظهر قبل أعراض هذا المرض ترجع البعوض الغير مصاب يمتص دماء هذا الشخص للأسف وينقله إلى شخص آخر وهكذا وأيضا في طرق أخرى لانتقال هذا المرض هو من دم الأم إلى الجنين أو عن طريق نقل الدم الملوث من شخص إلى آخر أو استخدام الحقن الملوث بهذا الطفيل والبعوض قادر يسافر من القارة إلى لندن إلى أوروبا ومضاعفات هذا المرض هل هو مرض مزعج فقط خلينا نقول أم مضاعفاته خطيرة في بعض الأنواع الشائعة للملاريا للأسف في المناطق المدارية في أفريقيا ممكن أن تكون قاتلة والأسف مثل ما حكينا تدفع القارة استمراء دوما الثمن فتقريبا 90% من الوفيات كل عام بسبب الملاريا هي في أفريقيا والأغلب أطفال دون عمر الخمس سنوات شو هي المضاعفات الحرجة والخطيرة للملاريا لا هو انتشار هذا البعوض هناك وبالتالي انتقال الطفيل بسهولة لا أطفال أصدي هم من أكثر وهنا أيضا بيتعرضوا أكثر للدغة البعوض فخرينا نقول شو هي المضاعفات ان صحت تعبير الملاريا الدماغية بيصير فيها انسداد للأوعية الدموية بسبب خلايا الدم الممتلئة بالطفاليات ممكن في بعض الأحيان تسبب فشل كلوي أو كبدي أو حتى تمزق في أطحال ممكن في بعض الأحيان تسبب أنيميا بسبب تدمر كريات الدم الحمراء يعني فقر دم شديد وممكن في بعض الأحيان تسبب انخفاض حاد في سكر الدم والذي يؤدي بالتالي إلى الغيبوبة والوفاة وأيضا كمان امتلاء من أحد مضاعفاته عفوا امتلاء الرئتين بالسوائل فتأدي بالتالي إلى صعوبة في التنفس نعم هذا السؤال لكن سأسأله على لسان استاذ عباس شو سبل الوقاية إذا حدا مسافر إلى القارة طبعا إذا سبل الوقاية أو إذا الواحد عنده سفرة سواء للسياحة أو للعمل في أفريقيا بغض النظر لازم يشوف أول شي الطبيب قبل ويحكي مع الطبيب شو الوجه اللي يمسافر إلى لأنه في أنواع مختلفة من طفيل الملاريا وبالتالي في عدة خيارات من العقاقير فينصح بأخذ الدواء أو الأدوية قبل فترة من السفر ثم في أثناء السفر وحتى بعد العدوى لحتى يضمن الواحد الوقاية أيضا ينصح باستخدام الناموسيات هنا كارتداء الملابس الطويلة قدر الإمكان لتجنب لضغ البعوض أيضا في بعض الإجراءات الوقائية هو رش المنازل بالمبيدات وغيرها وإن شاء الله يكون هذا الدواء واعد في الحد من انتشار الملاريا وسلامتنا أستاذ عباس والجميع سلامتنا جميع شكرا كثير دانيو سلامتنا جميع